السلام عليكم يا شباب اهلا بكم بقى في البورت الجديد هنا بنتكلم على موضوع كان تقيل بس افقاره حلو طبعا برضو هفقرك تاني ارجع اسمع الشرح على اليوتيوب هتلاقي خطوات تكوين الاوفيول وخطوات تكوين البولينجرين وعملات البولينيشن بانوحها وعملات والفورميشن بتاع السيد والفورميشن بتاع الفروت والفرق ما بين المونقات والضايقات والانواع الفاكهة وكل الهري ده موجود عندك ايه على اليوتيوب خلينا نحل بيقولك ايه نبدأ بقى يا عم اكس ديك بيشاور على الايه الخلايا اللي هم ملقيت نيوكلياي اللي موجودين جوه الامبيريوساك اللي هم ان لان كل اللي موجود جوه الامبيريوساك قبل الفيرتليزيشن ان اللي هم كالوسري انتي بودل سالس والاتنين سينيرجي سالس والاك سالس والسنترال نيوكلياي كلهم ان مين بدي بان ايه و بي يبقى استبعد سي و دي طيب عندي بعد كده واي واي ماسك اللييف بتاعت البولي بوديم اللي عليها السورايد تو ان طب هنا ماسكلي اللييف في قلب فلاورينج بلانت تو ان برضو خلي بالك اللي كان موجود الحاجات الان في الفلاورينج بلانت ايه لو انت عايز تكتب ورايه الهابلويد سيلز في الفلاورينج بلانت الميل هات اي نبات حاجات اللي في الان البولينج رين المايكروسبور الجنريرتيف نيوكلس الميل نيوكلياي هما دول بس اي حاجة تانية تو ان هات الـ پلانت في ميل الهابلويد سيلز in ايه بلانت في ميل اوفاميل بلانت بص يا عم بكل محتويته الحسد يجدى الانتي بودل الايركسالس السينتر نيوكليوي في ما عدا يزالدك كله ايه ان فيما عدا يزالدك كله تو ان هنا الارشيجونيا ودي الاكسل ده طبعا ان لان اصلا الجاميتو فايت بكل مح مجتملاته قبل الفورتلايزيشن ان فيبقى الترتيب انتو انتو ان ان اللي اختيار مين الرجالة اللي اختيار بيه طب تعالا بيقول لك خلي بالك جروف اوف انيوال بلانت طبعا العلاقة هتبقى العلاقة ايه خضنين انت يومني اخش عليها الكادر كده هتبقى العلاقة من الوش الحلو الذي دخل علينا ايه اذاك اي حبيب الله يخليك هيبقى العلاقة انفرس هيبقى العلاقة ايه لو سقعتم اه لا عادي كبه هيبقى العلاقة انفرس ان كلما معدل الخلفة بيزيد كلما معدل نموان حتى البنات الحلوة اللي انخلت علينا الستوديو دولوقتي عشان انا مرزق لما يتجوزهم امرات قدامهم حتى تلاقينا نبرت صوت اختلفت في الشرح بس هتلاقيهم لما يتجوزوا اقسم بالله لتلاقي غم السنين نزل عليهم والخلفة والبمبرز والعيال فتلاقي الولية كربها في الحلوة بيقع كده بيقع دروب بتقع من الدور العاشر فهينا اللي بيحصل كالتالي كل لما النبات يعمل فروت كتير يستهلك اللي ستورد يفود عنده والهرمونز بتاعته تستهلك فعشان كده الفيجيتاتف جروس بتاعه بيقل فيبقى عندي هيبقى العلاقة ايه لو سمحتوا دي الاتنين انفرس مع بعض ايه المهم يعني؟ تعال يا كبير هنا بيقول لك ايه which of the following structure has no rule in the fertilization لو سمحتوا أوفيول مين ما لهوش علاقة بعملية fertilization بتاعت الأوفيول مين؟ تعال واحدة واحدة هي الفانيكل ليه؟ الفانيكل ده كان الكبري اللي بيعد الاكل بس اللي بيعد الاكل من الأوفريول لحد مين؟ لحد ايه السبور مازرسلو الإمبيريوساكي يبقى فكرته الفيدنج بس ما كانش له علاقة بالخلفة لكن نشوف الباقي هل له علاقة؟ اه طبعا المايكروبيل دي الفتحة اللي كان يدخل منها التومين نيوكلياي طب البولين تيوب دي الأنبوبة اللي كانت بتوصل التومين نيوكلياي وتختارك الاستيجما والاستيل والاوفري طب الاستيجما ده المكان اللي بيعمل ريسيفينج اصلا للبولين جرين فكان له علاقة بالبولينيشن والفيرتي لكن الفانيكل كان كبري يعدي الأكل طب تعال نشوف هنا ايه؟ The opposite figure represent the fertilized ovule which choice of the following خلي بالك represent the number of cromosomal set لXYZL بالترتيب هنا مين يا كبير؟ هنا fertilization ovule خلي بالك fertilized ovule خلاص اتجوازت تمام؟ فلو تاخد بالك هيبقى الـ X ده مين؟ X ده الجنين الـ embryo 2N طب وي ده الـ endosperm 3N طب ده الـ 2-entigments Z هيبقى برضه 2N طب ده الفانيكل 2N يبقى احنا نختار مين؟ دي جنين 2N endosperm 3N ها الفانيكل اللي قصد الـ 2-entigments اللي هي زد والفانيكل هيبقى برضه ايه؟ كله 2N بعد الـ fertilization يا جدعين وتشوف the following represents the ratio between number of nuclei that participated in double fertilization and that produced after fertilization طب ما تيجي نشرح double fertilization بص يا كبير هي الاجابة 5 الـ 2 عشان بس تبقى ايه؟ سريع كده بس تعالى double fertilization كان بيتم ازاي؟ first male N تتجوز الـ XLN برضه فيديني زايجوت اللي هيبقى الـ embryo هنا اخلي بالك كده في 2N تكونوا طب كان عندي second male Nucleae بيتحد مع البولر N مع 2N فكان بيعمل عملية اسمها triple fusion فيديني 3N endosperm تمام؟ لو خدت بالك بقى يبقى انا كده جبت ايه؟ بالـ double fertilization جبت امبيريو 2N وجبت اكل اللي هو store the food اللي بيستخدمه في عملية germination 3N فانا كدت محتاج 5N انا عشان اوصل للمرحلة دي كدت محتاج 5N حلو تعم؟ فالـ for fertilization كدت محتاج 5N طب ماشي يا مستر بعد الـ fertilization اخد بالك بقى الخمسة دول اديني 2N اديني 2N اديني 2N اهي الرسمة دي اديني هنا 2N نيوكلياي أو نيوكليس 2N اديني هنا نيوكليس 1N ثلاثة فعدد الـ المشاركة في الـ fertilization قبل وبعد قبل كان خمسة نيوكليس free خمسة يتعدوا على اليد اتحدوا مع بعض بقى الخمسة دول عشان يديني 2N يديني الـ نيوكليس بتاعت الإمبيريو ويديني الـ نيوكليس بتاعت مين؟ الـ حلو الكلام؟ فيبقى عدد النيوكلياي قبل الـ fertilization خمسة بعد الـ fertilization مين يا ساعته؟ اتنين تعالية كبيرة بيقولك all the following plant structure are format for الى صلاته؟ reproduction except ده كله له علاقة بالخلفة مع عدد لما تيجي تتكلم مع عدد السبل لأن السبل كان دورها تعمل ايه؟ flowering كان دورها تعمل ايه؟ covering للبد before before flowering قبل ما يفكح وبتعمل عملية الـ photosynthesis لأنها لونها green لكن السوراي reproductive organ بالنسبة للبوليبوديم بيتكون جواها لسبور الاستيمن ده المكان اللي هو represental male organ الأرشيجونية ده represental female organ عند البوليبوديم برضو يعني كلها أعضاء تناسلية مع ده السبل طيب حلو بيقولك ايه؟ عندي رقم سبعة عندي three plant x, y, z x ده flower are apical apical flower التيوليب بلانت فتلاقي الإجابة بتاعتك التيوليب على طول طيب why vegetative growths are inhibited نموه بيقع after formation of fruit and has monocotyledon seed المونيكوتوليدن المونيكوتوليدن يا رجالة اللي هم مين الضرة الميز والويت الأمح والرز يعني البين ما ينفعش البين ما ينفعش لأنه التيوليب لا يبقى انا عندي هنا بس يا رجالة اللي هو اختيار مين اختيار c طب يعني عندها الميل وعند female gathered in floral x in various aggregations طبعا ده البين بلانت يبقى ينفع الجملة دي صح خلاص بقى c هنا بيقولك which of the following graph illustrate the rate of change in amount of dna معدل التغير في كمية dna information of gametes studies and answer ماشي اثناء تكوين مين ها الجملة خلي بالك كده دكتور السؤال تقيت يا شباب بيقولك ايه اه the following graph illustrate the rate of change in the amount of dna during formation of gametes studies and answer خلي بالك اثناء عملية تكوين اه الجميل تخليك كبير بص دكتور لو انت واخد بالك كده انا عندي اه كائن اه 2n بقى 4n مثلا 2x بقى ايه 4x وبعد كده ابتدى يقل من ال 2x ال n ثلاث مرات ثلاث مرات يعني اللي يزيدي اللي يزيدي ثلاث مرات لو انت خدت بالك formation of over in human female ما تنفعش ليه ما تنفعش ممكن الخطوه الاولى خطوه مشترقه انت عارف عشان اعمل في ال human over انا بيبقى ال over 2n هيطلع لاربع بوايضات ثلاثة بيموتوا اللي هما بولر بادز واحدة بتبقى فهو عشان نوصل لاربع سلز كل واحدة منهم ان لازم نضاع في الكروموزوم الماتيريال تبقى اربع ان في الاول وبعد كده نوزع ثلاثة بيموتوا وتتبقى واحدة فالجملة دي صح يعني الجزء الاولاني ده ينفع على ال formation بتاع ال over في الفميل لكن بعد اما بوصل ال over in هل بتبدأ عادتها تانى يزيد ل 2n ويرجع ويزيد تانى ل 2n ويرجع ويزيد تانى ل 2n ويرجع كلام ده ما بيحصلش يا جدعان الا في ال over in ليه؟ لان انت اواخد بالك ان الموضوع بيبقى عندي في الاول ازاي؟ بيبقى عندي اللهم صلى على الرسول الله بيبقى سبور ماثر سلتو ان بتعمل ميوزز فتكون لي اربعة سبور كل واحدة منهم ان ثلاثة بيموتوا واحدة بتعيش باسمال امبيريوساك فلو تاخد بالك برده عشان تبقى عندك سبور ماثر سلتو ان تعمل ميوزز وتكون لك اربعة سلتس تبقى وتتبقى واحدة اسمها الامبيريوساك انت برده هنا عملت دوبليكيشن للكروموزومة الماتيريال اللي هي حولتها من 2n ل4n واخد بالك كده يا كبير وبعد كده بيتبقى عندك ان اسمها الامبيريوساك تعمل 3 ميتوزز ديفيجن سري ميتوتيج ديفيجن عشان تديك الات نيوكلياي اللهم اربعة فوق واربعة تحت واحدة من فوق واحدة من تحت يبقى انتي بودل سينيرجي اكسل بولر نيوكلياي فالحالة الوحيدة اللي ضعفت فيها عدد الكروموزومة وبعد كده نزلت عملت ميتوزز ثلاث مرات مهلقت تواي دي ميتوزز ثلاث مرات ان انا بنزل لانه وارجع ثاني انزل واطلع ثاني وهكذا فيبقى اللعبة كلها طبعا بقت مرة اللعبة الهيومان خاصة بيرن والبولينجرين ما تنفعش لان البولينجرين كنت بابدأ بميتوزز الاول وبعد كده اعمل ميتوزز مرة واحدة اعمل ميتوزز مرة واحدة الميتوزز مرة واحدة تديني التيوب نيوكليس ويبقى الموضوع خلص لكن الحالة الوحيدة اللي عملت فيها ميتوزز ثلاث مرات هي تكمين مين الاول في البلانت هنا بيقول لك بقى واطمي لتر وي ربريزنت وي ده بقى خلي بالك وي ده نزلت من 2x لx فوي ده ينفع الجنراتف نيوكليس في البولينجرين طبعا احنا قلنا قلنا احنا بنتكلم على بلانت في ميل دلوقتي ينفع سبرماتوسايت السبرماتوسايت بنا ادم ما تنفعش طبعا الاو او سيست بنا ادمة ما تنفعش طبعا لان ده كله هي دي بقى لان الشغل كله قصة انبات السبرماتوسايت بتاعت البلانت اللي هي الامبيريوساك نيوكليس اللي جاي من السبرمات خلاج جرسومية الاولى اللي هتعمل ميتوزز 3 مرات فتديني الايه الايه تنيوكليوه ايه يعني ده مين مش ده ميوزز مين مش ميوزز صح كده يعني احنا عايزين من الميوزز مش الميتوزز يبقى ده كله ميتوزز مع ده حاجة السبرماثرسل لو انت واخد بالك سبرماثرسل تو ان في الانثر بتعمل ميوزز فتديني حاجة اسمها مايكروسبور ان يبقى ده يا رجالة ميوزز مش ميتوزز يبقى ده الجملة الصحة لان الدفجن ده ميوزز يعني ميوتك مش ميتوتك طيب نشوف الباقي امبيريوساك نيوكليس الامبيريوساك نيوكليس ان بتعمل 3 ميتوزز كل واحدة منهم تطلع ل 2 نيوكليس 3 ميتوزز يعني الشغل التاحه ميتوزز سواء الفيرست او السكند او السيرد الميكروسبور نيوكليس الجدع الميكروسبور نيوكليس فتديني تيوب نيوكليس اي زيجوت وهي بتنبت بتنبت بالميتوزز مش بالميوزز فخلي بالك الحاجة الوحيدة اللي بتمثل ميوزز هو الاختيار الاول طيب بيوزنج the opposite graph which of the following the number of cells in the mature ovule of dicotoledan plant and monocotoledan plant خلي بقى لك الاوفيول الاوفيول كان فيها كام سيل بقى يا دكتور الاوفيول فيها سبعة سيلز الاوفيول اللي هي عبارة عن مين الامبيريوسيك خلي بقى لك الامبيريوسيك بايه بالتو انتج من سلة حواليه بالنيو سلس اللي حواليه ده كده اسمها الاوفيول وكانوا جواها مين بقى الاكس سيل اتنين سينيرجيت سيلز الانتيبودل سيلز والتو سنترال نيوكليول فقدت بقولك لو سألناك على عدد السيلز اللي موجودة في قلب الاوفيول سبع خلايا ثلاثة انتيبودل اتنين سينيرجيت يبقى خمسة واحدة اكس سيل يبقى ستة وطبعا الامبيريوسيك سيل سبعة الامبيريوسيك سيل دي يتبقى ايه سيفن فانا عندي سيفن نيوكليس موجودين جوا الاوفيول سواء المونوكوت او الديكوت فانا هاختار ايه عدد السيلز سيفن عددهم لك الاوفيول الامبيريوسيك خلية جوا ثلاثة انتيبودل يبقى كده اربعة اتنين سينيرجيت يبقى كده كم؟ كده الله ما صلى على رسول الله ستة والاكسل يبقى كده كم؟ سبعة طيب تعالي يا دكتور الله يكرمك بيقولك ايه بيبلانت ارنب سيلة وتشاف زفالة ايه الاستريتزا كوريكت باثوي بولينجرين الخط او الطريق الصح لوصول مين؟ لوصول البولينجرين للاوفيول مش عارف انا عايز احطس ومش عارف استماع علينا ده ارنب سيلة ال ارنب ده عامل زي الاوفيول تمام؟ ودي السبل بتاعته ودي اتل ايه؟ الفانيكل الفرع اللي هو موجود عليه المهم ده الاوفيول طالما هنا السبل يبقى ده كده الاوفيول يا رجالة ده كده الاوفيول هوا حلو؟ والTech و takes a style لدي الحتة بتاعته لدي فالستيجم هو بولينجرين من هنا ما تجيه من هنا ابدا XCGY غلط لا تكون بولينجرين توطية ليس من الkes تجي من اتجاه الاستجما يبقى الطريق الصحه تجي من ناحية الاستجما وتقوم بضع الاستجما فاتجاه البولينجرين تجي من ناحية دقائق يبقى ايكس ده هو الترتيب الصح او الطريق الصح لدخول مين البولينجرين هنا بيقول لك ايه بقى which of the following choice represents the correct descending order ترتيب تنازلي order regarding the genetic variation in the following a cases يعني ايه من اللي بيعمل genetic variation اعلى فالاقل فالاقل اعلى حاجة تعمل genetic variation ما يديني حاجات تبادي بايه؟ فيه cross pollination فيه self pollination plant ratio self pollination طيب انا ما هنفعش اقول ابدأ بself pollination طالما فيه cross طالما فيه cross pollination ما تبدأش بself pollination ابدا فانت تستبعد C لانه بادي بالself pollination ورامل cross في الاخر وتستبعد التش culture لان التش culture اصلا asexual reduction يعني ما بيعملش variation طيب انا هبدأ بحاجة فيها cross pollination فانا عندي ايه تمشي وبيه تمشي طيب cross pollination تمام self pollination of the same plant self pollination of the same plant تمام خد بالك من اللي جاي دي بلانت تش culture ولا self pollination for the same flower طبعا الself pollination هو اللي يكسب لانه نوع من sexual reproduction اقوى من البلانت تش culture يعني اللي هيعمل جيناتك فرايتي دلوقتي هيبقى بيه انا هبدأ من الاعلى جيناتك فرايتي للاقل جيناتك فرايتي اعلى جيناتك فرايتي هيبقى cross pollination وراها self pollination of the same plant يعني بولين جرين اتحركت من وردة راحت لستجمة لوردة تانية على نفس النبات بعد كده self pollination of the same flower يعني البولين جرين اتحركت من الانثر بتاع وردة راحت للستجمة بتاعت نفس الوردة ده self pollination بعد كده اقلهم البلانت تش culture فانا كده رتبت صح ماينفحش اقول التش culture يجي قبل self pollination of the same flower ليه؟ لان البلانت تش culture ده asexual reproduction والself pollination of the same flower ده برضو still sexual هيبقى درجة الفرايتي فيه اعلى من التش culture تعالي هاته اللي بقى يا باشا بيقولك هنا بقى ايه؟ what is the number of myiotic division that are required for formation four hundred seed خلي بالك في السؤال ده four hundred seed انا عايز اعمل ربعمائة بذرة طيب ربعمائة بذرة four hundred seed خلي بالك ليكم كل بذرة four hundred seed عشان اعمل حشان اعمل نعمل ربعمائة بذرة انا عايز 490 400 ك'! حلو الكلام وعايز 400 ك consec bringen واخد منك عشان اجيب هون طيب. واحدة واحدة بقى انا عشان اجيب 400 انا محتاج ومحتاج وكkry di awks عشان تجيب بوايدة واحدة او اوفيول واحدة انت محتاج سبور ماثر سيل بتعمل ميوزز خلي بالك ميوزز فتدينا اربعة سيلز بتاعتها بيموتوا يتبقى امبيريوساك الامبيريوساك دي بتعمل ميتوزز تلات مرات فتديني اوفيول واحدة يبقى انا عشان اوصل لأوفيول كل اوفيول اجيبها محتاج اعمل ميوزز وبعد كده ميتوزز انا مش بسألك عن الميتوزز فطلع برا اللعبة يعني فبناء انا عليه عشان اجيب اوفيول انا محتاج اعمل ايه ميوزز لسبور ماثر سيل طيب لو انا عايز ربعمائة اوفيول يبقى انا محتاج اعمل ربعمائة ميوزز لربعمائة سبور ماثر سيل ما وخلي بالك كل اوفيول بتتكون نتيجة ايه وجود سبور ماثر سيل تعمل ميوزز مرة و بعد كده تطلع لأربعة سيل تلاتة يموتوا تتبقى واحدة اسمها امبيريوساك تعمل ميتوزز ثلاث مرات فتديني اوفيول فانا عشان اجيب اوفيول محتاج ربعمائة سبور ماثر سيل احنا اجيب اوفيول واحدة محتاج سبور ماثر سيل واحدة طيب عشان اجيب ربعمائة اوفيول محتاج ربعمائة سبور ماثر سيل حلو فيبقى عشان اجيب ربعمائة اوفيول ياجد عان انا محتاج ها سبور ماثر سيل يعملواbs طب حلو قوي طب ده كلام جميل خلصنا منه طب تعال بقى الناحية التانية بقى انت عندك هنا 400 طب تعال بقى عشان اجيب 400 بولنجرين لا عشان اجيب 400 بولنجرين انا محتاج 100 سبور ماذر سيل واحدة بس 100 سبور ماذر سيل ليه لان كل سبور ماذر سيل واحدة هتعمل لي مايوز مايوز بتديني اربعة مايكرو سبور فور مايكرو سبور كل واحدة من المايكرو سبور بتبقى بولنجرين يعني الاربعة مايكرو سبور هيبقى فور بولنجرين فبناء عليه عشان اجيب 400 بولنجرين انا محتاج 100 سبور ماذر سيل بس كل واحدة منهم تعمل مايوز تطلع لي اربعة مايكرو سبور يعملول لي مايوز يطلقول لي فور بولنجرين فبناء عليه يبقى لو انت عايز تجيب 400 بولنجرين يبقى انت محتاج 100 سبور ماذر سيل بس كل واحدة منهم بتعمل ميت مايوز فخلي بالك يبقى هنا عدد المايوز مية عشان اجيب 400 بولنجرين هعمل ميت مرة وهنا عدد المايوز ربعمية عشان اعمل انا محتاج اعمل ميوز ربعين ميت مرة لان كل او فيول بتيجي من سبور ماذر سيل بعد ميوز سد فيجن خلي بالك يا دكتر فاجمع للمية اللي هنا مع الربعمية اللي هنا يبقى الاجابة اللي عندك الاجابة اللي عندك يا جبير انت محتاج كام ميوز سد فيجن انت محتاج 500 ميوز سد فيجن السؤال رقم 13 يا جماعة بيقول لك هنا جايب لك مراحل البولينيشن والفرتوليزيشن والسيد فورميشن ايه بيقول لك بص بق المرحلة التانية اللي هي تنين يعني لان خلاصة لو انت واخد بالك البولينجرين وصلت راحة للميكروبيل يعني بداية الفرتوليزيشن ابتدت ايه تتم فانت عارف وانس ان البتاع دي التومينيو يقلي ايه دخله السنترال السينيرجيت سيلزي بتموت والانتيبودل سيلزي ايه بتموت طيب استيج ايه بي يا حجم حمى تمام عندي بقى السؤال ده متقرر يعني انا شرح مره قبل كده اللي هو كانت اجابته 500 لان انا عايز 400 اوفيول ب400 ميوزز وعندي 400 بولينجرين اعمل معهم 100 ميوزز وخلاص طيب through your study in the opposite figure which of the following choice is correct من الصح بس خلي بالك انا هطلع برا الكادر ثانية كده ثانية وهرجع لكم رجحت انا كنت بس بتطمن والله من الكاميرا شغالة عشان مبقاش كلام بص يا كبير هنا برضو هنستبعد الايه الغلط through which your study is the opposite figure which of the following is a is correct x may be represented tulip x2 تنفع تبقى tulip غلط ليه غلط يا مستر بص يا حبيبي tulip solitari flower apical هنا في اكتر من وردة tulip solitari apical flower يعني نبات كامل شايل وردة واحدة هنا اكتر من وردة طيب y me represent bethonia flower ما عرفش ما عرفش بس هيها تبقى الصحة بس انا ما عرفش بس الصحة ده بنوعين على ان البيئة غلط z r sisel flower انت شايف ان z sisel ادل براكت موجودة محمد تنمن النصوت كويس وحاجة كويسة اللي يرضى عليك ها البراكت موجود فما ينفعش اقول عليها sisel flower خلي بالك طيب x me represent bethonia flower خلي بالك فين بقى x represent bethonia لا البوتينيا solitary axial يعني الفرع يبقى عليه وردة واحدة انت هنا الفرع علي ثلاث وردات كل فرع علي ثلاث وردات فبقت الجملة غلط طيب ينفع بقى اقول ان بقى ايه ان البيتونيا y بقت هي الوحيدة اللي تنفع تتقال صح شفت انا بقى انا ما عرفش شكل البوتونيا ولا شكل امها ايه بس انا القصة كلها عملا استبعد الغلط فاوصل للاجابة الصحة ما دي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش فهمت لازم افكر كده طيب السؤال اللي بعد what is the correct sequence for the structure through which pulling tube both طبعا انت هتمشي استيجمى style mycrobial ovule يعني انت هتلاقي نفسة كراشة في دي ما فيهاش نقاش دي بقى سهلة دي طيب السؤال 16 the opposite graph shows the result of one of the vital process inside corn plant تخلي بقى لك نبات بقى أوفيول طب هو ايه اللي بيحصل جوه الأوفيول الfertilization يا مستر which of the following choice express the vital process correctly لو انت واخد بالك before one way one number of chromosome before and after هنا فيه ثلاثة cells اتحدوا مع بعض جاب لي حاجة واحدة after يبقى دي هتعمالية triple fusion جوه الأوفيول دي هتعمالية triple fusion اللي جوه الأوفيول ثلاثة cells اللي هتسكن ديمين نيوكلياي مع التوبولر نيوكلياي لازقوا في بعض فعمال لي الاندوس بيرو تمام هنا بقى العملية اتنين سيلز لازقوا مع بعض فجاب لي حاجة تمام يبقى دية الفرست ميل نيوكلياي مع الاكسل ده الفيرتوليزيشن ويبقى ده الزايجوت يبقى ده كده الزايجوت وده كده الاندوس بيرم خلي بالك يبقى العملية واحد عملية triple fusion عشان فيه ثلاثة سلزة دخلوا مع بعض فاجاب لي اندوس بيرم عملية اتنين هي عملية الزايجوت فورميشن او الامبيريو فورميشن ان فيه اتنين سلزة بس دخلوا مع بعض فاجابوا ايه؟ امبيريو عرفت انت منين؟ ما قالك يا لها عملية بتحصل جوه الاوفيول واللي بيحصل جوه الاوفيول هم اللي منهم التريبل فيوجن اللي بيعمل الاندوس بيرم واللي منهم الفيوجن الاولان اللي بيعمل الزايجوت تشغل دماغك ابوس ايدك انت في اخر السنة فبيقولك ايه الصح بقا بالنسبة للجمل دي؟ خلي بالك the resulting cell number one اللي هي مين؟ number one اللي هي الاندوس بيرم divide by my toes forming امبيريو غلط الاندوس بيرم بيعملش الامبيريو الاندوس بيرم بيعمل نيتراتيف فود الامبيريو ياكلو طيب continuous presence of tissue formed from division number one ما هقولنا number one ده الاندوس بيرم indicate type of seed طابعا وجود الاندوس بيرم يخلي البذرة اندوس بيرمك او مونيكوت اختفاء الاندوس بيرم يخلي البذرة اجزو اندوس بيرمك او دايكوت الجملة صح بس مش هتصرع على حد ما شوف الباقي غلط ليه the resulting cell from two اللي هو الزايجوت divide by my toes forming nitrate تفتشو غلط هي الزايجوت هتنقسم بالميتوز عشان تديني الامبيريو مش تديني اكل resulting cell from two contain sinterosome لا يا جدعان مفيه sinterosome في البلانت ارجع الاولى سنوي البلانت cell has no sinterosome البلانت cell ما عندهي sinterosome يا جدعان sinterosome ده موجود في الانيمال cells بس ومش كل الانيمال cells ده موجود في الانيمال cells except the nerve cells sinterosome ده الله يرضى عليك معلومة من ايه؟ من الاولى سنوي فيبقى بيه هو اللي صح وجود الاندوس بيرم او غيابه بيحدد نوع طب حلو الكلام نشوف اللي بعده هلا بيقولك اقضى opposite figure nuclear mitosis occur in الميتosis بيحصل فيه اتنين واربعه اتنين دي اللي هي الانثر واربعه ديه اللي هي الايه؟ الاوفيول بيحصل فيها mitosis طبعا mitosis وبيحصل فيها كمان mitosis عادي جدا لان ديهت الاماكن اللي بعمل فيها البولنجرين وبعمل فيها الاوفيول اتنين واربعه لكن واحد ما بيتمش فيها حاجة ناته ما بيتمش فيها حاجة الخامسة ما بيتمش فيها حاجة خلصة division يعني طيب السؤال ايه تين ان فرونت فيو عندي ها بكتشر شون ايه نتيجة المتوقع للبولينيشن افضل طريقة بولينيشن طبعا الهواء ليه اول ما تلاقي الاستيجما كده الاستيجما والاستايل عمل ريش كده عمل ريش كده هو تيعرف انه هو عايز بولين جرين بالهواء عمل زي الشبكة كده عمل ريش يبقى بيعمل زي الشبكة عشان البولين جرين تجيله بالهواء فبيحول يستطها ساعة ما تلاقي في ريش كده اعرف ان ده ايه ايرى على طول افضل طريقة طيب تعال هنا بقى جايب لك شوية فاكها تستاهل بقك فراولة طفاح كومترة منجاية حاجة حلوة جدا يعني ده لها واتشوف زفالة ونجستيت منت اسكرك تعالي واحد واحدة كده زد شير زد ده اللي همين البيور بلانت الكمترة المانجو انزات فلاور كونتين وان اوفيول لا انت عارف ان الوفيول هي اللي بتعمل البزرة فالمنجاية فيها بزرة واحدة لكن هل الكمترةية فيها بزرة واحدة فيها بزرتين هنا وبزرتين الناحية التانية الكمترة عمرها ما بيبقى فيها بزرة واحدة فبيبقى فيها اكتر من اوفيول طالما اكتر من سيدي يبقى اكتر من اوفيول حتى من الرسمة المنجاية معروف ان فيها بزرة واحدة الكمترةية او البير فيها اكتر من واحدة فبقتوا الجملة خلط طيب زا فلاور فور منج فروت اكس دازنت هاف دابل فرتليزيشن اكس ما عندهاش دابل فرتليزيشن ليه عم مش فاكه وفاكه وفاكه يبقى طبعا الجملة غلط لا عندها فرتليزيشن عادي عندها فرتليزيشن ايه عادي الجملة غلط طب بص فلاور واي اللي هي مين التفاح شير فلاور زد اللي هي مين الكمترة صح جدا ليه صح جدا لان الاتنين دول فولس فروت يعني ايه فولس فروت يا مستر يعني الايتن بارت بتاعهم والاللارجة بارت واللي خزن الاكل وبقى فاكهة مين الريسيبتكال مش الاوفري فعشان الريسيبتكال يخزن الاكل ويتحول لفروت ويبقى هو الايتن بارت يبقى استهلك كمية اكسنز كتيرا مكان الاوفري فتجملة صح طيب number of bowling grain needed to form two fruit x و x و l x و l is equal فين l ده l عايز bowling grain واحدة لانه عنده بزرة واحدة طب الفراولة بيبقى فيها بزر كتير يعني عايزة bowling grain كتير البزر اللي هو الحب السود اللي بيبقى حوالين الفراولة من برة فخلي بالك لا طبعا مش قد بعض يبقى الحاجة الوحيدة c هي اللي صح يلا يا حبيبي هنا بيقول لك ايه in the figure in front of you which three overs of different structure which ovary can receive largest number of bowling tube largest number of bowling tube خلي بالا bowling tube الجملة بس نقصة يعني bowling grain اللي عنده اوفيول كتير هو اللي يستقبل bowling grain كتير رقم واحدة هو اللي عنده اكتر bowling grain عد تلاقي واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحد اشرة اتناشرة اتناشرة تلاتة اتناشرة وعنوا واحد وعشرين دول عمرهم قرر 4 يبقى بـ 12 وهنا 4 في 3 بـ 12 لا دى عندها 21 أوفيول يعني تقدر تستقبل 21 بولينجرين يعني 21 ايه بولينجتيوب يلا يا عم الله يصلح لك الحالة اللى بعدها جايب لك صورة الى اللى اللى مع صلى الله على رسول الله الكوسا اللى هي المارو بلانت لككيو كيمبر فروت افتر ضابل فرتلازاشن ده ما قالش هوا جاي بصورة الكوسة مؤيل ان هي الخيار يعني بس الكوسة والخيار يعني نفس الفكرة بط Emergency كده ما انت بتشتري كوسة او انت بتشتري خيار بتلاقي في وردة بطbra وردة صافرة ساعات الوردة ديت هي هي الكرولا الكرولا قولي تلاقي ساعζة الخيار كده وانت بتشتريه طوزة كده في وردية صافرة والكوسة هي ي potent trending السؤال 22 يا رجال جايب لك بدنجانس وده وبتاع المحشي بقى واتشوف زفالة وانجد شويس كوريكتلي اكسيب ريزة فروتشون انزا اوبزت فكر طيب مونقوت هل الراجل ده مونقوت طبعا الراجل ده استحالة يبقى مونقوت لان المونقوت بيبقى في بيزرة واحدة اصلا لكن ده ايه دايكوت طيب خلي بالك بقى مونقوتوليدين ترو فروت طيب لأ سيدليس لأ طبعا عنده بيزرة كتير انت ما تقطع البتنجان تلاقي في بيزرة كتير ترو فروت بريزيرفينج بيتلز بيتلز ليف هو ترو فروت فاكهة طبعا بس ما فيهاش البيتلز دي فيها الكيليكس فيها الكيليكس الحتة الخضرة دي دي الكاليكس اللي هي السيبلز يبقى فروت دي الجملة الصح هو فروت فاكهة مليان اكل فانت بتاكل البتنجان عشان فيه ما شاء الله كمية حديد كويسة وكمية اعشاء اقليف كويسة فانا استبعدت الغاطمونيكوتوليدم ما تنفحش سيدليس طبعا ما تنفحش طيب فروت محتفز بالبتل لا ده الفروت البتنجان اللي هو الايج بلانت الايج بلانت الراجل بيبقى فيه السيبلز ما بيبقاش فيه البتلز فالجملة دي غلط طيب فاكهة فاكهة كمية اكل كبيرة اه طبعا صح البتنجانة بتبقى قدي كده البتنجان الرومي ده طيب تعال بقى نشوف from the opposite figure what would you expect to the type of main organic material stored in H of A سيد 1 و 2 لو انت خدت بالك سيد 1 اللي هي ضيقة سيد بيبقى فيها بروتين فيها بروتين ما هتضيقة ليدن ده نوع من البروتين وانا مش رحلقة حيث الشرح بتاك ده نوع من الاعقاب بنعمله للجنين بقى طب سيد 2 دي منقاط ما نقاط سيد فبيبقى جواها اندوسبيرم اللي هو نوع من الاستارش فبالترتيب بروتين استارش الكوتوليدن يا جدعان الكوتوليدن بروتين والاندوسبيرم استارش بالترتيب بروتين استارش تعال يا كبير هنا بيقولك ايه لو سمعتوه فلاور فرست فلاور جرين بيتلز ماشي جرين بيتلز عندي مغطيها هنا بيقولك عايزين بقى ايه نركز كده في حتة الاولانية دي الاولانية نلعب بقى ايه على مين على هنا دي تعمل سيلف بولونيشن عادي لان فيها الميل والفيميل ايه دي تعمل كروس بولونيشن لانها ميل بس ما عندهاش عندها الاستيمن لكن ما عندهاش مين ما عندهاش الايه الكاربل فده اللي هتبقى الفايصل في الحل سيلف بولونيشن اوكيور انت قول لي بيحصل جواها خلي بالك كده ولا فرتليزيشن اوكيور انت قول لي هي مش تعمل طبعا فرتليزيشن فدي مستبعدة بولينيشن اند افرتاميزشن اكيور انلي الاولانية سيلف وكروس بولينيشن ينفع يتم بالهواء عادي جدا لانها عندها الميل والفميل فممكن تعمل سيلف وممكن تعمل ايه كروس لكن التانية دي التالتة ماينفعش يحصل فيها كروس لانها متغطية فشور لازم يحصل لها ايه سيلف فهتلاقي نفسك مختار ايه بقى مختار دي عن اقتناع مختار دي عشان اتنين قالك البولينيشن هيحصل منها مش فيها تمام والاول ايه يحصل فيها سيلف ويحصل فيها كروس والتانية ماينفعش يحصل فيها كروس فبقى الاختيار عندي مين دي اللي صح هنا بيقول لك the opposite figure shows the stage of formation of gamete examine then a answer خلية ايه بقت اتنين بقت اربعة اللي هو زي ما تحس كتكوين البولين جرين اه لان فيه thick wool وفي نيوكلس وفي اتنين نيوكلس جوه البولين جرين فده طبعا عمليه تكوين البولين ايه جرين طيب بيقول لك ايه بقى how many cells c عدد البولين جرين يعني resulted from division of six cells of the cell a انت عارف ان كل سبور mother cell بتدي اربعة بولين جرين زي ادي واحدة طلعت لنا اربعة بولين جرين فلو انا عندي ستة يبقى ستة فاربعة هيدينا اربعة وعشرين على طول الايجال ما هدي بقى 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 سبور mother cell وبولين جرين طلعت ايه وعرفت ان دي بولين جرين عشان عندها اتنين ايه نيوكلس السل واحدة اللي عندها اتنين نيوكلس في البلانت هي البولين جرين تمام ماشي يبقى ستة فاربعة باربعة وايه وعشرين يلا يا حبيبي اجاب لك نبات الذرة اللي هو واي ده الميس بلانت الذرة وجايب لك نبات تاني داي قود بلانت اللي هو زي نبات الفول ده يعني ده نبات الميس بلانت وده نبات اللي ايه البين بلانت طيب انا عايز بقى ايه هشوف ايه الجمل للصح واسéré الجمل للغلاط بالنسبة له وحدة وحدة كده بيقول لك ايه اكس و واي يعني المونو قود والدي قود سيميلر فيه مونو داش شكل بعض في ايه طبعا نجمنا صح عملية نمو البذور والفاكهة بيعمل لهم خلل في نموهم طبعا صح ده ممكن يموتهم كمان يعمل طبعا صح لو الدوق جاي لهم من ناحية واحدة يعملوا حاجة اسمها الفوتوتروبيزم بتاعت الموفمنت في البلانت وده لستها في ثانية سنة طبعا جملة صح نشاط الاكسنز جوه الفروت لما بيجي يعملوا فاكهة بيوقف بقت الانشطة التانية عشان كده قولنا ايه فروت فورميشن الجمل دي يقول لها صح يعني اللي يحصل هنا يحصل هنا ما عدا بقى اللي جاية دي بص كده امبريونيك كونسومشن اف اندوسبيرم ديونينج اتس فورميشن مين اللي هيكل الاندوسبيرم اثناء الفورميشن اكس لان ده داي قط وعشان كده النبات هيعملوا الكوتوليدون لكن واي اللي هو الميز مش هيكل الاندوسبيرم اثناء الفورميشن ده هيعيني الاندوسبيرم ويحطه في البذرة ويبتدي الجنين يأكل الاندوسبيرم اثناء الجيرميشن .. هنا يستهلك الاندوسبيرم اثناء الجيرميشن لكن ده هيستهلكه اثناء الفورميشن هات اللي بعضو يا كبير هنا جايب لك في قلب لان ده لان ده طبعا ما قدرش اقول الوفري هو بسألك عليه طبعا غلط هو غلط ودي رسمة عندك في كتاب المدرسة عادية خلي بالك بقى رسمة فيها ايه لو انت واخد بالك كده وعيد صويع هتلاقي ده مثلا ده ده كله الانثر تبدول مين يا مستر حاجة واحدة ولو انت واخد بالك تحس انهم ملازقين في بعض طبقة خضرة وطبقة ايه كوح اللي كده قافلة الجلدة تخينة يعني بيريانس يعني عايز اقولك ان دية مونوكوت عايز اقولك ان دي ايه مونوكوت مين في دول مونوكوت بقى الانيون هو اللي مونوكوت لكن البي والبيرز ده دايكوت الروز ده دايكوت لكن لما لاقي غلاف واحد يا جدعان لير واحدة كده على طول لزقه على الانثر ولزقه على الاستيجما اللير واحدة كده يبقى مفيش سبل واضحة ولابتة الواضحة يبقى معنى كده ان ده البرينس وده يبقى نبات مونوكوت مين في دول مونوكوت الانيون بلانت 29 شباب وهي نوع الورده اللي عمت الفكة حبيتين كريز قدامة كاملا طيب واحدة واحدة بقى مينفعش اقول single لانها مش واحدة ده اتنين لازقين في بعضهم فاي اختيار single ضع منك الدنيا واقع لك الحاجة إنفلوريسنس، اه لأنهم اتنين فروت جنب بعض، يبقى جايين من اتنين فلاور جنب بعض، يبقى كان فيه تجمع زهري إنفلوريسنس استوكد وسبراكت، اه صح ولأيه بقى لأن قدي الابدي كان لهو واد البركت هي الورقة الصغيرة دي تمام؟ إنفلوريسنس سيسل ما تنفعش سيسل لأن البركت موجودة، الوردة بعيدة تمام؟ فيبقى أنا عندي إنفلوريسنس استوكد وسبراكت، طب حلو يقول لك study the following figure what is the type of pollination is dominant in the flower after its full maturity خلي بالك كده من الوردة دي بقول لك ال red بتاع الاكسنز اكتيفتي هنا الاكسنز نشاطه عالي جدا في اللستايل و المعدى النمو اللستايل عالي عن معدى النمو الفيلمنت يعني تستنتج من الجراف ان اللستايل هيبقى اعلى من الفيلمنت يعني معنى كده ان اللستيجما هتبقى higher than higher than الانثر او higher than اللستيمن يعني معنى كده ان انا هعمل cross pollination من self pollination طب cross from another flower of the same plant ماشي ولا بص ولا cross from another flower on another plant of the same species ده طبعا الاجابة الاعام والافضل ان انا هعمل cross pollination من شجرة تانية بس من نفس النوع يبقى cross pollination cross from another flower on another plant of the same species يعني لو انا جوافة باخد من جوافة تانية تمام كده طب cross pollination of another flower of another plant of different species ماينفعش طبعا different species ده جدان خالص طبعا فيبقى الاجابة الصحة عندي انا عندي اتنين ينفعوا بس فيه صح و اصح عندي B و C ينفعوا بس C اضق لانه هاخد من شجرة تانية فشور يحصل cross pollination لكن ممكن اعملت زي cross pollination وتبقى الوردة تحت مني تحت مني فده الاحتمال الاعام والافضل طب تعال يا دكتور الله يستح لك الحل هنا بقى through your study the opposite figure which of the long get choice ايه distinct you structure two from ايه لو صنعته ايك from one اللي يميز اتنين عن واحد لو انت خدت بالك واحد دي seed بس طب اتنين seed حوالها food حوالها cover طيب seed حوالها food حوالها cover يبقى fruit وش كده seed حوالها food حوالها cover تبقى fruit يبقى ايه اللي يميز الفاكهة عن البذرة رقم واحد form from sexual reproduction هما اللي اتنين بيتعملوا من sexual reproduction دي مش ميزة للفروت عن C هز ابيت تو germinate and form new individual لو انت خدت بالك الفاكهة دي جواها بذرة هتترمي في الارض وهتنبت وتجيب برضو مخلوق جديد ودي بذرة هتعمل germination وتجيب new individual طيب some whole share in its formation طبعا دي الاجابة الصحة لان في بعض انواع فروت في بعض انواع فروت بيقعد فيها الكالكس زي egg plant ويقعد فيها الكرولا مثلا او البتتز زي الكوسا يقعد فيها الاستمن زي رومانو الحاجات دي فديت حاجة تميز الفاكهة عن البذرة مفيش سيد بيشارك فيها اذا رهور في الفورميشن طيب اعم يبقى دي الاجابة طيب format as a result of bullination and fertilization دي بذرة لازم يتعمل bullination و fertilization عشان تحصل وهنا الفاكهة جواها بذرة يبقى لازم يحصل برضو bullination و fertilization عشان تحصل طالما فيه seed لازم يبقى فيه fertilization وطالما فيه fruit لازم يبقى فيه ايه bullination فالتنين عشان يحصلوا محتاجين البولination والfertilization طالما اللي اتنين فيهم seed لكن اختيار seed يميز الفاكهة عن ال seed طيب اتنين وثلاثين جايب لك study the opposite figure which of following choice represent خلي بالك الله يستطيع لك الحياة represent least number of spore cells needed to form single fruit single ايه فروت ايه single fruit ده ده كده اسمه single fruit ده كده اسمه single fruit اللي هي ايه فول سوداني فول سوداني فيه بذرتين الفلاية الفلاية اللي انت بتقصرها بايدك دي هي دي الفاكهة البذرتين دول هما أوفيول فانا عشان اعمل بذرتين عشان اعمل ايه حاجة زي دي فول سوداني زي ده فيه اتنين الفاكهة اابده عايز سفر ماثر سيل عشان اعمل اتنين الفاكهة وعايز سفر ماثر سيل واحدة عشان ايجيب منها فاانا اختار فاانا اغ gran joe nuestro brotherovan اقل عدد للفاكهة سفار ماثر سيل 3 اقل عدد للفاكه لأتنين الفاكهة� يتaçãoر عشان يعملو له 2 بالعجم ما أخلي بالك هنا في بزرتين يعني ايه مستر اتنين سيد التو سيد التو سيد دول جايين من اين من اتنين أوفيول حلو الكلام طيب واتنين بولينجرين تمام دول يتجمعوا مع بعض يجيب لك اتنين سيد أنا بقول لك هاتلي أقل عدد من اللي سبور ماذر سيل اللي ممكن أبقى محتاجه عشان أعمل الكلام ده أنا ممكن عشان أجيبي اتنين أوفيول على الأقل عايز اتنين سبور ماذر سيل لأن كل سبور ماذر سيل بتديني أوفيول واحدة مستر ده nourica lama Тanis ما Тanis بالنسب acredite عشان تجيب اتنين أوفيول محتاجة اتنين سبور ماذر سيل حلو الكلام فاخترنا اتنين هو لونو اورنج عشان الحر طيب عايز اجيب اتنين بولينجرين لا يكفينا سبور ماذر سيل لايه لأن كل سبور ماذرسيل بيجيب اربع ولينجرين slashcommander sel ستأخدها ارو بولنجرين فيبقى إكاثر انا محتاج انا خطート جهي سمبر اثر الجهة الانثر داخل الانثر والسن lyric واتنين جوه الأوفيرين يديني اتنين أوفيول اعمل بهم اتنين سيد طب هات السؤال اللي باعده كده يقولك اللي هو الكوز بتاع الدورة ده رقم واحد ده فيميل انفلورسنس حلو يبقى هيبقى مين ده واحد ده الفميل ده الفميل يبقى واحد ده بيميز ايه واحد ده بيميز هيعمل السيد واحد ده الاوفيول اللي هتبقى البزرة اللي هي السيد طالما ده الفميل طالما ده الفميل انفلورسنس يبقى ده عبارة عن مين عبارة عن الاوفيول عبارة عن الاوفيول اللي هو هيتحول بعد الفرتوليزاشن لمين للسيد تمام خلي بالاقل الله يرضى عليك طيب الباقي it produced from a sexual reproduction طبعا لأ ده جاي من sexual it formed force fruit لأ دي سيد يا جدعان مش fruit طيب it is produced from bartheno carby ليه يا عم ده سيد ده ايه بارثين وكاربي بيعمل سيد لسفروت وانا عندي كوز الدورة ده في بزور قد كده طبعا الكلام غلط يبقى هو converted into a او هيعمل الايه السيد اربعة وثلاثين بيقولك the opposite graph represent number of pollen green needed to pollinate needed to pollinate three different flowers from different plants عدد البولين جرين اللي محتاجها عشان نعمل pollination لتلات انواع من النباتات مختلفين so all ovules contained within the ovaries of three flowers are fertilized بحيث ان كل الوفيول تتجوز فعليا يعني which of the following choice represent x y z respectively خلي بالك كده x نبات محتاج 6 pollen green عشان يحصل له fertilization يعني معنى كده نبات عنده بزر كتير ما اقول لما عدد البولين جرين تزيد كل لما يبقى في المقابل انه بدي عنده ovules كتير وهيعمل seeds كتير طيب y راجل محتاج بولين جرين واحدة يبقى الراجل ده هيعمل seed واحدة z راجل محتاج اتنين بولين جرين يبقى الراجل هيعمل اتنين seeds ده هيعمل 6 seeds خلي بالك ما هو على عدد البولين جرين على عدد ال seeds اللي هتطلع لانه بيقولك كله حصل له fertilization z ده هيطلع بزرتين y ده هيطلع بزرة واحدة x ده هيطلع ايه 6 بزور طيب خلاص بقى نبدأ نبدأ بالY اللي هو اللي في النص اختار لي نبات من دول في بزرة واحدة هل الكورن في بزرة واحدة؟ ده في الف بزرة البي بلانت ارن البسلة في بزرة واحدة؟ لا طبعا ابريكوت المشمش في بزرة؟ مش مش صح؟ اه في بزرة واحدة طب المشمش موجود هنا طب تعالي بقى بص قد المش مش ينفع بقى ايه؟ ينفع C وينفع ايه؟ تعالي على Z زد ده عنده بزرتين مين بقى اللي عنده بزرتين؟ هل البي نت اللي هو الفول السوداني؟ ولا البي بلانت اللي هو قرن البسلة اللي بيقى فيها كزا بزرة؟ لا طبعا الفول السوداني لسه كنا حللهم من شوية كانت في بزرتين فيبقى ينفع ده طبعا يبقى عنده بزرتين وهو والبي بلانت عنده ست بزور يبقى معنى كده ان الاختيار C بي بلانت هو اللي محتاج ستة بولينجرين عشان يعمل فهيعمل قرن في ست بزرات وابريكوت ده مش مش يبقى بزرة واحدة والفول السوداني بزرتين طب الكلام جميل يلا يا عم الحج افكار حلوة اوه والله العظيم بعض البيانت هو بزرتين جاب نبات خلي بالك نبات هايل قوي عنده وردتين في ميل فوق ووردتين ميل تحت في مستوى اقل من الفميل خلي بالك من اللعبة دي يعني استحالة يطلع فوق يعني ده نبات عايز يعمل استحالة يعمل سيلف بولينيشن خلي بالك وحط النبات ده in isolated environmental from the other plant يعني حطه في قوضة مقفولة عليها بحيث انه مش هيجيله ايه نبات تاني to provide all suitable condition for growth which of the following choice represent number of fruits that can be obtained at the end of experiment in the following case تاني شجرة فيها اربع وردات اتنين في ميل فوق واثنين ميل تحت الرجل خط شجر دي حطها في قوضة مقفولة ودها كل الظروف اللي تخليها تعمل بس اعزلها عن اي نبات تاني يعني معنى كده مفيش حاجة جايلها من بره تعالى بقى الله يرضى عليك بيقولك احسب لي عدد الفاكهة اللي ممكن تطلع من نبات دي في الظروف دي لو انا بعمل سيلف بولينيشن باي سيلف بولينيشن سيلف بولينيشن زيرو فيش سيلف بولينيشن اصلا ليه لان دول يوني سيكشوال ورده ميل وورده في ميل مفيش فهم سيلف بولينيشن للمفروض يبقى كروس خلي بقى لو دول هيعملوا كروس بولينيشن بالهوا، زيروا برده ليه زيروا برده يا مستر؟ استحالة الهواء هي شيل البولينجرين من تحت الفوق مفيش كده لان اللي الستيمان أقصر من اللي السيجما فيبقى برضو لو انت هتدور علي عدد الفروت اللي هتجيبها ب الكروس بولينيشن محتمد على الهوا برضو الهواء لان البولينجرين witness Why S�� discount ممكن الحشرات تأخذ الحشرة تأخذ البولينجرين من هنا وتطلع بها فوق ففي الحالة دي عدد الفاكهة هيبقى 2 لان دي في ميل هتعمل فاكهة وده في ميل هتعمل فاكهة دي عندها اوفري وده عندها اوفري فبالتالي هيبقى عدد الفاكهة ايه؟ 2 وخلاص يبقى الاختيار عندي 0-02 تمام؟ تعال بقى السؤال اللي قدامك The opposite figure shows the structure of one of the mature fruits What happened when spraying a gymnosperm gymnosperm اللي هو الفي ميل أورجان of mature flower forming this fruit with naphthol 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 يبقى انا هعمل سيدلس فروت يبقى الفاكهة اللي هتطلع فاكهة مفيهاش وي لان الوي ده ربريزنت السيد هنا في الرسمة ماشي يا دكتور طيب زا فورمت فروت دوزنت كونتين او دونت كونتين ويند زيد زيد ليه زيد دا ستور دي فوت انا لما اعمل فاكهة بالبرثلو كاربي بيبقى فروت عادي خلي بالك ده زيد الاكل اللي انت هتاكله ماينفحش مايبقاش موجود في حالة البرثلو كاربي تمام فبقت الجملة غلط نوفروت والبي فورمت ليه عاما انا هعمل برثلو كاربي هعمل فاكهة عادي اعنا انا حر هتللي بعدها يلا هنا بيقول لك ايه بقى from the opposite figure what is the structure that doesn't appear in the fruit of ايه يا ساعتوا ايه بوم ايه جرنيت اللي هو الرمان وعند البنكرن اللي هو القرع مين اللي مش موجود فيهم اللي مش هيبقى موجود فيهم رقم ستة رقم ستة مين اللي هو الريستيكال اللي هو موجود في الرمان ولا موجود في الايه في القرع لانهم الاتنين مش فول سفروت هو الريستيكال بيبقى موجود في البر وموجود في قلب القابل على اعتبار انهم فول سفروت لكن مش هيبقى موجود هنا لكن هتلاقي عندك مثلا مين هتلاقي موجود عندك مثلا يعني اه اه اربعة ده الكرولت لها موجود في الايه في ال في ال بالكون بلانت اللي هو القرع خمسة ده السبلز برضو موجودة في قلب اللهم صلى على رسول الله موجودة في قلب الرمو اللي هو الإطار اللي حوالي ده اللي هي الكيليكس طيب تعالى بقى اللي بعدها كبير هلا بيقول لك تستا رقم ميني عم إكس أون لي طبعا زي ما انا بقول لك كدهو اللي هيعمل ده النبات اللي هو النبات التي هيخلص الإندوسبرم pasado وهيعمل مكانه مين بقى النبات اللي خلص الإندوسبرم بتاعه بدري اكس ما هدي كمية الاندوسبيرم طلعت وخلصت طالما الاندوسبيرم طلع وخلص يبقى معنا كده ان الراجل اكس دهو راجل داي كوت فطالما داي كوت يبقى حوالي تستة لكن لو انت خدت بالك واي الاندوسبيرم مكمل معا فترة زمانية طويلة زد الاندوسبيرم مكمل معا يبقى الناس ديت مونو كوت وطالما مونو كوت مش هيبقى عندهم تستة لان التستة هتبقى لزقت مع الاوفا ريول وعمله حاجة اسمها السنجل سيدة فروت اللي هي الجرين فاللي خلص الاندوسبيرم بتاعه بدري هو الديكوت هو اللي هيبقى عنده تستة هيبقى هيبقى اكس ايه only يا مساحل تعال يا كبير هنا برضو بيقول لك ايه زفالون جراف اكس بريز امونت اوف اندوسبيرم انا جرين اوفويت اللي هو الحباية الامحة ديورينج بريدوف طايم استادي ايه زن انسر فترة اكس خلي بالك بقى كده الله يصلح لك الحل فترة اكس كان عند الاندوسبيرم عالي جدا فترة واي ابتدى الاندوسبيرم ايه يقل طيب اختار لي حاجة بقى زويت جرين از اكسبوزد تو ايه دراوت ديورينج بريد اكس تعرضت للجفاف نتيجة فترة اكس لو تعرضت بص معنى الاندوسبيرم بيقل معنى كده ان النبات الامح ابتدى يعمل جرميناشن فاستحالة يعمل جرميناشن وهو في حالة جفاف يبقى الجملة دي غلط طالما الاندوسبيرم بيقل في الواي دي مرحلة جرميناشن يبقى الجنين ابتدى ياكل ويعمل جرميناشن يبقى استحالة يبقى فيه جفاف طيب طيب انت شايف ان هي قاعدة سكتة ما بتنموش في مرحلة غلط طالما الاندوسبيرم ابتدى يقل يبقى معنى كده بتعمل عماية جرميناشن طيب الجرميناشن ابتدى خليك معايا كده الجرميناشن ابتدى في نهاية مين من نهاية اكس تمام ده صح لان من نهاية اكس ابتدى الاندوسبيرم يقع نهاية اكس هي بداية واي نهاية اكس هي بداية ايه واي طالما الاندوسبيرم ابتدى يقع يعني معنى كده ان الجرميناشن ابتدى ايه يحصل طيب يبقى الجملة دي الصح شوفي الباقي هل انت حاسن ان الشرمي نيشن ابتدى هنا؟ لو الشرمي نيشن ابتدى هنا كان لازم الاندوسبرم يقع لكن الاندوسبرم مكمل هو يبقى معنا كده ان الجملة دي غلط يبقى الجملة الصحة هنا مين يا جلب؟ الجملة الصحة ناسي شوية اسئلة محترمة نتيجة ايه؟ طبعا نتيجة لان انا محتاج الاكل ده عشان اعمل يديني طاقة اللي قدر اعمل بها الميتوزز في عملية الجرمي نيشن هون جنين بينمو يعني ايه ينمو ينبت يا مستر ينبت ده طاقة طبعا غلط لان ده الويت بلانت الامح ده مونو كوت مفهوش كوتوليدون خلي بالك طيب لو انا حطيت الويت جرين في كان مات مكانش عمل جروث كان مات تمام؟ طبعا هو طبيعي هو مش يعمل فوتو سنسز ده هو ستيل بينبت تمام؟ هو السبب بتاع النقصان مش فكرة عدم حدوث الميتوزز او عدم حدوث الفوتو سنسز هو اصلا كده كده لما يعمل فوتو سنسز مش يعمل اندو سبيرم بقى نتيجة ان انا بعمل عملية الجرميليشن طب السؤال اللي بقعده يا رجال بيقول لك ايه؟ بولين جرين رد يا حاك رد دي قدامك مين لوصاتها؟ بولين ايه؟ بولين جرين البولين جرين دي يا دكتور ادي تيوب نيوكليس واد جينريتيف نيوكليس حلو تيوب وجينريتيف التيوب اللي تحت وهي اللي بتعمل البولين تيوب اللي بيساعد في وصول يعطي مين بوصول للمين نيوكليائي فروت كونتينينج سيد ار فورمت هعمل بذرة هعمل فكة فيها بذرة لأ طبعا ما طالما ما فيش فورتوليزاشن ما ما فيش ايه سيد طيب فولس فروت اس فورمت فولس فروت اس فورمت ايه علاقة الفولس فروت بالكلام انا ممكن اعمل فكة عادي بس مش ضروري تبقى فولس لان ان الريسيبتيكال ما اعرفش اذا كان هيكبر او مش هيكبر فورس فروت دي مرتبطة بالالرجمنت بتاع الريسيبتيكال وده ملهوش علاقة باللي احنا بنحكي فيه فورم فروت ذات ريزام بالبنانة اعمل فكهة زي الموز اه طبعا ليه بقى لانه خلصت الكلام اللف والدوران اللي انا فيه ده كله انت دلوقتي البولينج رين جات على الليستيجما والتيوب نيوكلس اختفت فكأنك هتعمل بولينيشن وزود فرطوليزاشن ماه لما البولينج رين تيجي يا جدعان وتوعد على بالليليستيجما وما تنبتشпа ماشا مش قصتنا بس هتعمل بتاعتها نجحات Hammer Cristation في المسيقل بولينيشن وزود فرتوليزاشن فطالما عملت بولينيشن من غير هو build fat anonymization يبقى slightly加icide SLess fruit من ال� DAO من السيد desert fruit البنانا فكا hogy بتعمل بروضيت�نوكارب من الاخر يبقى طالما البولينج رين مش هتنبت يبقى حصل بولينيشن ليك ما حصلش بتواست الفيرتوليزاشن خلاصة الكلام حاصل بولينيشن وزود nitrogen foliesera يبقى معلي كده اللي انا هعمل حاجة اسماها ب لكن مش هقدر اعمل فكهة فاسيد ومش هقدر اعمل فُس فروت. ملاحش علاقة. وبالنيشن اند فرتليزاشن محصلش. فيش فرتليزاشن هيحصل. فيبقى الحل الوحيد بتاعي ان انا هعمل لسيد لس فروت زي البنانه. السؤال الي جاي بقى. هو جايب نباتة الأرع اللي هو البنكن بلانت حلو الكلام؟ وبيقول لك إيه بقى What is the difference between the plant shown in the figure and the egg plant يعني تخيل الأرع والبتين جايين الأرع والبتين جايين البنكن بلانت والأج بلانت إيه الفرق اللي ما بينهم؟ الفيت بتاع الكيليكس after fertilization ليه يا مستر؟ واحد اللي أقول لا إله إلا الله الكيليكس لما نتكلم على الأج بلانت الكيليكس هيتنين يكمل معانا مش هيموت الكيليكس هيكمل اللي انت بتشيريه كده قبل ما تقور البتينجان هيكمل معانا لكن البنكن بلانت الكيليكس بتاعه بولتان دي داي أما اللي بيعد في البنكن الكرولة أو البتل فهيبقى اللي مختلف ما بين الإيه الإج بلانت البتينجان والبنكن بلانت ده مصير الكيليكس هيقعد الكيليكس في حالة الإج بلانت استيل وموجود معانا وشير في الفروت فورميشن لكن هيحصله إيه ويلتان داي في حالة البنكن طب نشوف الباقي هلا هنشوفهم مختلفين أو مش مختلفين بريزنسوف فلورال هور كفر زا اند بورتكت زا فلاور طب ما هو البتنجان والقرق عندهم أجزاء الوردة اللي بتحميهم اللي هي البتل زي مسلا تبقى موجودة في الاتنين تمام؟ والكيليكس المفروض النواية موجود في الاتنين قبل الفروت فورميشن يعني أجزاء الوردة موجودة اللي استيمان موجود الأوفري موجود طيب Always Depends On Self-Pollination الله أعلم ممكن الاتنين ينفع يتعملوا لو هما الاتنين بايسيكشوال فلاور Formation Of Seedless Fruit After Fertilization يعملوا فاكهة بدون بذر مش دي الحاجة اللي بتميز عن ده مش دي الحاجة اللي مختلفين عن بعض هما الاتنين ممكن اعمل فيهم Seedless Fruit هما الاتنين ممكن اعمل فيهم Self-Pollination هما الاتنين عندهم اجزاء الوردة دي حاجات مشتركة ببينهم لكن اللي انا sure 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 واثق ان هما مختلفين فيه عن بعض مصير الكيليكس في الاتنين الكيليكس في الage plant قاعد مكمل ويحصل لولتان ضايف البنكن بلنت لكن الباقي ده جنفع يتمي في الاتنين لكن الاولاني اكيد مش هيتمي في الايه في البنكن وجود الكيليكس خلي بالك يا دكتور السؤال اللي بعده بيقولك ايه بقى By studying the opposite figure x1 ادتنا اتنين cells خلي بالك كده خلي ايه 1 ادتنا اتنين cells هما بس نغير اللون اهم يا عم ادي cell ودي cell وبعد كده الاتنين cell دول بقى اربعة في اربعة cells هما ماشي خلي بالك بقى هنا بص كده تلاتة اربعة cell اربعة cell تلاتة ماتوا تلاتة ماتوا اتبقت واحدة يبقى هنا في ايه one cell وهنا في كام two cells خلي بالك من على الرسمة بيقولك ايه بقى number of dna molecule in resulting cell 1 انا عندي كام cell 1 عندي اتنين cells two cells خلي بالك عدد dna molecule اللي طلع اللي موجودة في ال resulting cells from 1 انا عندي اتنين cells number of dna molecule in the cell resulting from processory بص يا جبير بروسسوري طلعت لي خلاية واحدة بس يبقى في ثلاتة طلع ايه cell واحدة هنا طلع اتنين cells كمية dna اللي هنا بالنسبة لكمية dna اللي هنا double هنا مثلا اتنين نيوكلس هنا نيوكلس واحدة هنا اتنين cells هنا cell واحدة فيبقى كمية dna double double اللي موجودة هنا تمام يا شباب بكده نيبقى الحمد لله وفضل الله قدرت اقفل لكم part 3 اللي هو flowering plant جرعة محترمة جدا لما اتلكوا فيها المعاصر لما اتلكوا فيها كتب كترة جدا ادعونا ورب يبقى اللي احنا بنعمله ده هو ربنا يعوضكم به خير ونقول لكم كلكم يا دكاترة السنة الجاية ونشوفكم على خير وسلام عليكم شكرا جزيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا